اشتركوا في القناة ويسرقون منكم فلوس او يسرقون منكم الحساب نفسه فلازم تكونوا منتبهين من هذه الطرق وتعرفون شوان تتعاملون وياها فخلوكم ويانا ولكن قبل ما نبدأ يا لاتذا ما كنتم يا لاتذا ما كنتم مشترك في القناة يا لات تشترك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تدع فيديوهاتنا تليك عن واجباتك الدينية والدنيوية خلوكم ويانا طبعا اول شي احب انه اشكر جميع الناس اللي يثقون فيه صراحة انا اشكركم جدا جدا انه انتو تثقون فيه لكن ديروا بالكم واحد يضحك عليكم ويسرقكم باسمي انا بالنسبة يا اخي انتا وان دخلت بنص الاسم مالي صدق شديد انا الحساب مالي هو ابو حامد اذا واحد حساب عليك من حساب ثاني اسمه ابو حامد وقال لك انا ابو حامد اللي صاحب القناة في اليوتيوب ما عليك به هذا خليه يولي واذا واحد اسمه ابو حامد حيش هو اياك قال لك انا ابو حامد ابو اليوتيوب راقب العتاد مالي شوفوا هسا انا مطلع لكم العتاد مالي حتى تعرفون انا منه لان صراحة اكو ناس قاعد ينصب عليهم باسمي واني ما الي اي علاقة بالموضوع فرجاء يعني خلوا بالكم حتى انا تثقون فيي لكن لا تنطون اي احد شيء واني اريد اقول لكم من هسا يعني انا بشخصيا ما اطلب اي شيء من احد فاذا واحد قال لكم اريد شيء منكم وباسمي لسا تقول انا اذا اقول لكم اريد شيء لا تنطوني اصلا انا ما اطلب اي شيء من اي احد بشكل نهائي انا كل اللي يعرفون يعرفون انه انا ما اطلب اي شيء لو كان واحد سيبي ما اطلب انا ما متعود انه اطلب اي شيء من اي احد فرجاء يعني صراحة انا مصرور انه انتوا تثقون فيها لهاي الدرجة وصراحة يعني السيرفر هذا دينيازات وسيرفرات ثانية اغلبهم اللي يعرف اللي يشيني على اليوتيوب يجوني انطوني حساباتهم اه الصراحة انا ما اريد اي حساب واه انا الحسابات اللي عندي يعني مكافية اصلا هي حسابات اصدقائي كل يوم افتحها فما اريد انا اي حساب ثاني اصلا والناس اللي يريدوني انه اساعدهم في حساباتهم صراحة انا ما عندي وقت فتعدوني بهاي النقطة انا بس انا عرفت في الفترة الاخيرة انه اكو واحد في سيرفر على الدين اسمه ابو حامد ايضا هذا مو اني اني فقط العب في دنيازات واتمنى الموضوع يعني كان يكون واضح لكم اني فقط العب في دنيازات شوفوا هاي الفوق دنيازات فهذا بالنسبة لهذا الموضوع خلي ننتقل الى طرق النصب طيب اول حالة من الحالات اللي هي مالت النصب انه يجي يفد واحد نصاب يجي يسوي له نقابة جايفة مثل وجهه بعدين يضم بها ناس او يضم بها شخص واحد وبعدين يسوي له هو رئيس النقابة يجي العضو هذا وينه يقول له ترقية يخليه امين سر لما انتصير انت امين سر لما انت يجي هنا وتقول له غادر ما رح تقدر تغادر النقابة رح يقول لك انت امين سر وما تقدر تتغادر النقابة لازم بالاول تستقيل من هذه الوظيفة فشلون رح تقدر تطلع من هاي النقابة طبعا للعلم هو رح ابو النقابة رح يقول لك اه طيني خمسة مليون وراح اطاعك مني النقابة ولا ماش ما رح تقدر تطلع من النقابة هي النقابة خايسة والترسانات مالتهم مغلقة كلها فشلون واحد يتعامل ويا هذا الموقف على مود يعني يتجنب انه يخسر فلوس لانه هذا النصاب ممكن حتى تنطي خمسة مليون ويقول لك ما طلعك يعني ما كو اي شي يضمن اصلا فافضل طريقة للتعامل ويا هذا الموضوع اللي يصير امين سر يريد يطلع من النقابة اللي هو بيها شي يسوي اول شي يدخل على النقابة من هنا نقابة رح يطلع له بهذا الشكل بعدين شي يسوي يروح على قائمة اعضاء النقابة رح يلقى هنا ما كو اي شي فرد نقابة ما كو اي زر هنا فشنه رح يسوي طبعا رح يأشر بهذا المكان بالضبط هذا المكان لما يأشر عليه رح تصير علامة الماوس اهي شي رح تصير علامة الماوس يعني اصبع بمعنى انه اكو هنا فد زر لكن هو مختفي بسبب غباء اللعبة ما ادري ليش صراحة لان ما حلوها فهذا الزر طبعا هذا هذا مكتوب باستقاله استقاله من انه انت تظل امين سر لما ندوس علي رح يقولك موافق ولا يعني هل انت متأكد دوس لموافق رح تصير عضو من الصير عضو تيجي هنا غادر اتغادر بكل سهولة وتتجنب انه تدفع فلوس اللي صاحب النقابة النصاب هاي الطريقة الاولى لشغلة النصابين اللي ينصبون على الناس بيها ويبقون معدهم فلوس خلننتقل الى الطريقة الثانية طبعا الطريقة الثانية يجي واحد رح يحكي وياك في الهمس يقول لك اه تريد تكسب احجار بلص ثمانية واحصن زال ثمانية او سيبي كثير او اي جائزة كبيرة ولا صغيرة ولا اي شي رح تقول له على طول انت رح تقول له نعم نعم اريد اخذ هاي الجائزة رح ينطيك رابط الرابط هذا تفتحه رح تلقى بيه صفحة تسجل بيها الحساب مالك والرقم السري على مود تقدر تسجل بحساب وتختار الجائزة اللي تريدها من السوهي شي قول على حسابك مع السلامة وطف الصفحة لما سوهي شي بين قوسين انت قاعد تنطير البيانات مال حسابك على مود يبوكه فلذلك اذا واحد حتش وياك قال لك تريد تكسب بفلوس او اي شي من هذا القبيل وينطيك رابط لا تفتح الرابط من اساسه اه صراحة اني هذه الطريقة الغبية تسببت في انه حسابي القديم اللي هو اسم مسروق هسه ينسرق مني في مرة من المرات وعرف التراجعة لكن رجع ما في اي شي صفر يعني ماكو سي بي ماكو فضة فضة الصراحة مخليلي عشر تالاف ما ادري ليش انا عباق قاعدة شحظ مني شاب الخلفة او اي شي حر بالحساب بح طيب الطريقة هذي طبعا اكو فدناس راح يقولولك ها شوف اكو في واحد اسمه احمر تعال اقتل او صادرة في مدينة الصحراء مثلا او في جزيرة الطيور اي مدينة من المدن الكبرى او اي مكان يجي على بالك راح تروح تلقى بالفعل لونه احمر ولابس عتاد وقاعد بمكانه فانت شنو راح تيجي تقتله على مود الصادرة هو هذا في الغالب راح يكون هو حاوي حاوي ماء فمن تقتله انت راح يصير اسمك ازرق هذا مني يموت هذا الاحمر راح يسوي الاحياء مرة ثانية تقتله انت راح تصادر منه شغلة ثانية تقتله ثالث مرة اسمك انت اللي راح يصير احمر او طريقة ثانية انه هو اصلا مشغل برنامج غش يخليك اذا قتلت هذا الحساب فورا تصير نقاط القتل عندك عالية جدا واول ما تصير اسمك احمر يجيب حساب قوي يقتل حسابك ويصادر حسابك وطبعا هو موجود حاوي ماء فيسوي احياء ويقتل احياء يقتل الى ان يصادر لك الحساب كله فهذه الطريقة دير بالكم منها هما في الغالب يقعدوا لك الحساب الاحمر هنا مثلا ويقول لك تعال صادرة او في البوابة الثانية من الصحراء هنا يقعدوا مثلا او باي مكان حتى اذا بغير مدينة مو مشكلة لكن دير بالك من هاي الطريقة ايضا راح تسبب في انه الحسابك ينتهي يعني الحساب بدون قطعة واحدة الحساب بقطعة واحدة نقص يتدمر فما بايك انه يصادر من عندك قطعة او قطعتين او ثلاث قطعة فانتبهوا من هذا الموضوع الناس النصابة الصراحة كثران حيل فخلنا ننتقل الى الطريقة اللي بعدها طبعا الطريقة هذه للنصب هي تعتمد على الناس اللي تاجرون مثل حالاتي مثلا نساني اعرض للبيع لفات نيازك كرات تنين اي شيء من هذا القبيل اللي يقول لي اريد اشتري من عندك لفات نيازك او كرات تنين او اي شيء ثاني اقول له تعال الى الحظ الحظ اللي هو وين اللي هو هذا المكان اهنان هاي سيدة الحظ تجون توقفون هنا سون متاجرة اهنان القتل اصلا غير مسموح لكن اكو ناس نصابة مثلا انت تبيع فجي يعني هو قيم بقيمة اصلا يقول لك اه شيء اسم اريده بهذا السعر وتتفاهمون على سعر معين لكن يقول لك لا تجيني على اه في السوق تعالي على قلعة العنقاء مثلا طبعا يقول لك تعال على قلعة العنقاء تجي هنا تسوي تجارة طبعا من تسوي تجارة راح يكون العنصر اللي يتريد التاجرة موجود في الحقيبة وهو عنصر حر اكيد فمن تسوي تجارة ويا هذا النصاب راح يقتلك من تقتلك راح يوقع من عندك هذا الشيء يوقع من عندك ياخذه هو ببلاش هاي طبعا طريقة من الطرق اللي ينصبون بيها واسب هاي الفترة الاخيرة ممكن يقول لك تعال الى بداية الارض الخالدة في هذا المكان مثلا تسوون متاجرة يقتلك ياخذ الشغلة من عندك فنصيحة اذا تريد تسوي اي تجارة حاول تخليها يا اما في مدينة التوأم والسوق يا اما في هذا المكان هذا المكان ما بيه اي قتل لكن دير بالك تتعدى الخط هذا الاصفر من تتعدى يعني انت في خطر ممكن يقتلك وياخذ من عندك الشغلة ويستحسن اصلا احسن شي انه التاجر في السوق فقط حصرا يعني ماكو اي مجال اه ماكو اه ماكو انتعه يعني فقط في السوق يكون احسن شي الوعدي تاجر ولا يطلع برا ناس نصاب كثير هاي بالنسبة لهاي الطريقة وخلونا نشوف الطريقة اللي وراها الطريقة الاخيرة اللي راح نذكرها في هذا الفيديو ويرات اذا اي واحد عنده طرق ما النصب يكتبنا ياها اسفل الفيديو على مود نذكرها ان شاء الله في فيديوهات اخرى اه صراحة ما رد احد ينصب عليه لان الموضوع الصراحة مؤذي جدا جدا اخير طريقة من طرق النصب انه اكو ناس اه اللي يقولون عنهم شحاتين او شحاذين مو مشكلة يجي عندك بلا اصدقاء مثلا يهمس لك ممكن 100 الف ممكن 10 سي بي ممكن 15 سي بي ممكن مدرشينو ممكن مدرشينو الاني صفرك وبالنهاية ما تقبض من عنده لا هاي ولا هاي يعني هذولي طبعا هاي طريقة من طرق النصب انا اعتبرها طريقة من طرق النصب بصراحة هذي الموضوع انه يش حاذ منك تعالي طيني مرة 100 الف مرة مليون مرة 200 الف مرة مدرش قد الان بالنهاية انت يعني يكون ما عندك اي شيء صفر وقتها بعد ما يعرفك اه السلام عليكم يا اخي ممكن تنطيني مليون فضلا محتاج يقولك انت منه اصلا يعني انت مرح تقدر تمسك علي اي شيء ما تقدر يعني تنطي شكوى مثلا للجي ام انه هذا والله اخذ من عندي فلوس وما يرجعها ابدا اطلاقا فافضل شيء هذول الناس الشح هذا اول ما واحد يقولك ممكن تنطيني هذا الشيء انطي بلوك والله صراحة يعني افضل طريقة انه تنطي الواحد بلوك وترتاح وتريح راسك وطريقة اخرى من طرق النصب اللي هي هسا مثلا انا عندي هسا الانيمات مثل ما تلاحظون مستوى اثمانة ومستوى سبعة ممشكلة فيجي واحد صاحبك ضريف جدا يقولك ممكن تنطيني الانيمات بس اسوي بها ترقية وبعدين ارجع لك اياها الترقية اللي هي هنا هذي طبعا تحتاج نقاط نفوذ والانيمات تزود نقاط نفوذ اكيد فياخذ منك الانيمات عمود يسوي ترقية وبعدين يرجع لك الانيمات زيان انت شنو يضم يضمان لك انه راح يرجع الانيمات وهو ممكن ياخذ الانيمات ويقول لك مع السلامة فهاي الطريق دير بالكم واحد ينزع الانيمات مالتا ينطيها لأي واحد في اللعبة الا اذا جنت يعني ضامنا مية بالمية يلا تضمن انه تنطي الانيمة ويرجع لك اياها الناس اللي متخاف الله منتشرة بشكل فضيع في العالم فالواحد ما يأمن هذا الشي وهذا نصيحة ايضا اي شخص لازم تتعلم تقول لا ما يصر الواحد يظل يقول نعم نعم مستحيل راح تقدر تحيش اصلا وانت تظل تقول نعم نعم اذا واحد قال لك اريد اه مثلا مية الف يقول لي الله حاضر اخذ ايجي واحد الثاني اريد اه عشرة سيبي اخذ ايجي واحد الثالث اريد اه خمسمائة الف فضة اخذ لا هذا الشي غلط 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 وانت راح تضر نفسك وذول الناس اللي قاعد يشحدون منك في يوم من الايام منه تصير انت صفر ما عندك ايش ومحتاجهم ما حد بهم راح يعرفك اصلا فافضل طريقة هي انه تقول لا يجي واحد يقول لك اريد سيبي قل له اخذ بلوك يقول لك مثلا اريد عشرة سيبي اقول له اخذ عشرة بلوك اريد خمسة سيبي خمسة بلوك يعني حسب اللي اريده يعني شكل له مرات مثلا البلوك على حضر على لا احاول يعني الناس اللي موجودة في اللعبة وفي الحقيقة اصلا تقريبا تسعين بالمئة منهم ما يريدون الخير اليك يريدون الخير لنفسهم فقط طبعا هذا الشخصية مثل ما تلاحظون مختفي وما يبين وطبعا هذا الشخصية ما الشخص اسمه يوسف مرسي طبعا شكرا جزيلا انه هو اللي قال لي انه اكو مشكلة مثل هذه وهو اللي قال لي الحل ما لها ايضا فالف شكر الى والف شكر الى مرة ثانية ايضا لانه يعني وثق بيا ونطاني الحساب ما له وما كان عنده اي مشكلة يعني اصلا هو اللي اختراح اني نطيني الحساب ما يعمل اشوفان مشكلة بنفسي. على العموم طبعا المشكلة هاية اصير من اذا انت يعني سوات ونزلت اللاعب ما لك الى تروجان طبعا من سوي هاي الحركة رح تختفي الشخصية عندك فهاي المشكلة طبعا اي حركة اسويها رح تفصل اللعبة فشنو لازم تسوي بهذه الحالة لازم هسا تسوي تناسخ على اي شخصية كانت حتى لو على تروجان مرة ثانية طبعا لازم ندوس على عارف التناسخ هما بزيادة الغباء مال هم لازقين شخصيتين بمكانها فلازم ندوس على هذا المكان بالضبط هي شي على مود يندس على عارف التناسخ ما يندس على الشخصية الثانية فلازم طبعا تحضر وياك ندى نسيان على مود تسوي به تناسخ فهسا رح ندوس على هذا نريد نسوي تناسخ وتحط اي شخصية انت تريد تسوي عليها تناسخ وليكن حتى لو تروجان حتى بس نقول لكم انه ماكو مشكلة حتى ويتروجان ونقول له البدء هسا مثل ما تلاحظون طبعا الشخصية ظهرت مرة ثانية وهسا تقدر تقمز وتمشي وتسوي اي شي بها بدون اي مشاكل وبدون ما يفصل الحساب عندك لازم ترفع الشخصية مالتك الى مستوى 110 وبعدين تجي على عارف التناسخ تسوي لك تناسخ على مترجع الشخصية مالتك تظهر فلذاك نصيحة في هاي الفترة حاول اذا تنزل ميلاد ثاني او سكند يعني لا تنزل على تروجان انزل على اي شخصية ثانية مع عدد تروجان لانها سحاليا بمشكلة ويخلي اللعبة يعني تفصل بمجرد انه تتحرك والشخصية كلها مختفية فهي بالنسبة لهذه المشكلة بهذا الذي كان عندنا اليوم في الفيديو اتمنى الفيديو يكون اعجبكم اذا كانتكم هاي اسئلة اكتبونها اسفل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتجنب مرض كرونة ننصحك باتخاذ الاجراءات التالية سبسكرايبو لايكو كومنتو ووصل يديك قبل الاكل وبعدها ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات اشتركوا في القناة